السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثانية متوسطة لا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وإن شاء الله اليوم راح نديروا ملخص شامل لجميع دروس الفصل الثالث في مادة اللغة الفرنسية نزولا تحت طلبكم مع أنت لازم نشوفوا قبل ما ندخلوا الاختبار لغة الفرنسية لازم نعرفوا وش رانا نقرأ ولا نشوفوا الدروس اللي قرينها في الفصل الثالث يعني هي دروس بسيطة جدا نحن تشوفوها الآن نفهموها باللغة الفرنسية ونترجموها إلى اللغة العربية يلا عندنا أول درس اللي قرينه في هذا الفصل هو لباسي كومبوزي نفهم باسي كومبوزي معنى هو زمن في الماضي نفهم مرني مزين يقول باسي يلا إحنا وش همنا اللي هنا مدام رانا وش ننقرأوا أولا نفهمكم باليرانا في وحدة لاليجاند وشنه هي لاليجاند اللي هي الأسطورة معنى أنت الأساطير تعبكري هاديك هي اللي ننقرأوها هذا الفصل يلا لباسي كومبوزي وشنه هو لازم نسحقوه باش نستعمله وين في لاليجاند يجب علي نعرف نكونجوغي في الباسي كومبوزي معنى أصرف الأفعال تعي في الباسي كومبوزي باش يكون الوضعية تعي صحيحة يقدر يتح في الوضعية كما يقدر يقول لي كونجوغ و باسي كومبوزي لي فرب انتو بارانتاز معنى معنى الفرب اللي كون بينا قوسي نديرو لي في الباسي كومبوزي يلا هنشوفو كيفاش نديروه إذن بالنسبة للدوزياماني عندكم برمي جروب ودوزيام جروب كيفاش نكونجوغي في الباسي كومبوزي تروزيام جروب ما عندكم جبزة مفهم مثلا ألي يلا برمي جروب يخي وش قونا برمي جروب هي كل الأفعال اللي تنتهي بأر ودوزيام جروب هي اللي تنتهي وشنو بالإر هذي خلاص نعرفوها من اللي كونا في بخيمة إذن في الباسي كومبوزي شوفوش حال سهل نمحي الأر وندير في بلاستو اي ودوزيام جروب نمحي الأر وندير في بلاستو اي لجميع الأفعال نفو ما عندها جو تشو إيلوال نوفو يحتل إيلوالا ذك اس فعلهم الأر وندير إي مثلا نحن في البخريزان كونا نمحو الأر وش نزيرو نزيرو أ أ أ أ أ أ أ أ S E O A N S و E Z 0 لا في الباسي كومبوزي ج важно ديلهم أ ج bonito بالنسبة دوزيام جروب 5ي أر ونديرهم I意 لكن شوفو قولي أستاذة سما هكا وين يولي Concept قبل ما نحكمان الفعل التاعي وندير له هكا نمحي لأر وندير لأر ولا نمحي لأر وندلو اي لازم نكون عندي لأكسيليار اتخو لا افوار على حساب دوكم فهمكم وقتش نديرو اتخو وقتش نديرو افوار اتخو افوار وين في لبريزان إذن لباسي قموزي هو أكسيليار اتخو افوار وبريزان plus لباسي اللي هو قلنا نمحو ار ولا ار ونزيدو اي ولا اي راح نشوفو أمثلة الصعوبة اللي هنا حتقولولي أستاذا وقتش ندير خلاص فهمنا بللي ار دوزيام قوب ندير اي ار پرمي قوب ندير اي دوك قولي أستاذ وقتش ندير اتخ وقتش ندير افوار مفهم لتدكير فاقت بللي راپل افوار لك سيليا افوار فلprésان جي تيا إلا نوزاون وزاون وزاون وشنو ان مفهم اتخ فلprésان جي سي تيا إلا نوزاون وزاون وصن هذي اللي نكتبها هادو نكتبه مع جي هادو ماني نكتبها هادو ماني نكتبها اكسيليا اتخ و افوار لكن لحظوا الهنا قولي أستاذ وقتش ندير اتخ وقتش ندير افوار لحظوا الهنا دوزيام ماني عندكم لازم تحفظوا 14 من فعل اللي يمشوا مع اتخ ما فهم إذا وشنو هما هاده الربعتاش اللي عندكم تومه في المقرر ناتخ معتا ولد موغيغ العكس ساعو يموت معتا كين دلكم سلاش معتا هادي عكس هادي يلا أليه ونير ذهبه ويأتي مونتي ودساند معتا واحد يصعد ينزل عندك أغيفي وبارتير واحد يوصل واحد يروح انتخي سورتي يدخل يخرج وعنده واحد أخرين أبارتر رستي رتورني اتومبي معتا هادوك الربعتاش قاعتك كين صيبوهم ونصيبوهم يعني بين قوسين وشنو حنحط معاهم ونحنحط معاهم أتر إذا ما صبتش منا وكي معتا في نير اتساترا موجي نحط معاهم أفوغ ياما هناخدو مثال معتا باقي الأفعال ناخد دايما أفوغ مفهم ان شاء الله رح ناخدو مثال كين الدخلو الپارتيسي باسي دونك هذا اللي كنا نقرأه في هدوك وشنو هو باسي كومبوزي اللي هو الزمن وكي باباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب ويضع إلف إعطاء إيت duyاء أفضغ الأفعال الباقية والأدخل الأفضغ أفضغ الأفضغ الأفضغ نساكور جميع الأفضغ أتف PTSD خلال الأفضغ من الأفضغ ما تزيدل والو مع فهم والعكس صحيح كيكون عندي أتخ يلا هو هذا من الأفعال تع أتخ إذن كيكون من الأفعال تع أتخ لازم نزيدلو لازم ندير مع التصوير الموانط نزيدلو أ لكن كان عندي فیمنا بلوريال معنطها جمع مؤنط وش نزيدلو أس أمع تا عف است والأس تا عفت بلوريال معنطها جمع مؤنط كيكون عندي مذكر جمع نزيدله نزيدله الاس هذه هي كينو معدها نعود مع апرن أفضل نزيد الاس في��게요 كيكون عندي 14 نزيد الاس bay 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 ما فهم هذي خلاص ما نزيدوش نغلطو منها وبيانسو قولنا تذكير الavoir وكسي الavoir واتر وبرزن هذي جامي ننسوها يلا نروحو للدرس الثالث لي هو la relativité parqui كي قولي كلمة relativité parqui عارفو باللي هي باللغة العربية جملة صيلة الموصول الاذي كada التي لذاني نفس الشي في اللغة الفرنسية نسموها phrase relativ كيم احناป اللغة العربية عنا الاذي التي لذاني التي هم في الفرنسية عندهم كي كوا دن업 هذه نسموه ها되 Laser relative كما الذي والتي نسموهم أسماء موصولة نفس الشي في اللغة الفرنسية بقنون relative في اللغة العربية أسماء موصولة نفهم؟ يلا هنا أعطو مثل ست اوغديناتور كي مبارمي دتخفاي نترجمها باللغة العربية هذا الحاسوب الذي يمكنني من العمل نفهم؟ نفس الشي ست اوغديناتور هذا الحاسوب كي هي الذي يمكنني من العمل مبارمي دتخفاي مفهم؟ إذن كي قول لي ورأي لبقنون relative وكي كي قول لي ورأي بروبوزيسون سبوردوني relative معدها جملة صلة الموصول نعطيها لهم من كي حتى للفاصلة ولا نقطة تعي ولا وين تنتهي الفكرة مفهم؟ نسموها بروبوزيسون سبوردوني relative ولا جملة صلة الموصول مفهم؟ إذن سهلة جدا وين يقدر يطح لكم سواء يقدر يطح لكم بهذا الشكل مفهم؟ معدها سطروا ولا دوروا على بروبوزيسون سبوردوني relative ولي يقدر يطح لكم على الشكل الاتي ولي هو مشهور كثيرا في السنة تعكم جو تبارل دون لجاند بيربير ست لجاند بيربير اتخي كونو لاحظوا اللي هنا وش عندي؟ شوفوا عندي التكرار تكرار في اللغة الفرنسية وش نسميه؟ لغيبيتيسون لكي نتفادى التكرار في اللغة الفرنسية نستعملوا لا فخاز غولاتيف ولا لا بروبوزيسون سبوردوني غولاتيف تسما كيف اشترجع هذي؟ اللي احنا هذي اللي نترجمها لكم بالعربية سأحددوك عن الأسطورة البربارية هذه الأسطورة البربارية اتخي كونو معناتها مشهورة جدا ولا معروفة جدا علشان عليها زوج خطرات نعاودها وش نقول؟ اتخي كونو اهلا نسيت باش نكتب لكم بيربير نكتبوه وشوفو لجاند بيربير ما نكتبوها زوج خطرات مرة وحدة تكفي نفهم؟ هذي النقطة وش حولتها؟ حولتها الكي معناتها نمحي واحدة من التكرار ونحط فلاصها كي اتخي كونو معناتها أسطورة بربارية التي هي معروفة جدا وفهم هذي وش يقول لكم؟ يقول لكم pour éviter la repetition وش لازم نديرو؟ هي لازم نديرو la relativité par key يالا نجوز اللي مروا اللي بعدو كيفاش نحول الverb النام والعكس وفهم نوميناليزاTION كيفاش نرجع الافعالة تاقي الاسماء عندي لباساج دو لباساج دو لباساج دو أو نو معناتها كيفا أتحول من البر نباسي من البر النام الرب هو فعل اشفاو و النام هو الاسم يالا عندكم هذي ثلاثة هما المشهورين لكن ما تقولوش ما يعطونش زيدين دو وما النثل الفرنسية عندكم عندكم حاجاها كبياج ولا زيدة يالا عندي مثلا سيان معناتها الاشياء الرب تاقي نحولو نرجع سيان ولا نزيد لسيان كيما punir عاقبة كيفاش تقولي punition هي المعاقبة لحظو اللي احنا كانت عندي punir كان عندي verb اديت منه غير punir اديت منه غير radical هذا اللي اديتوا منه شوية اللي اديتها من الول نسموها radical وش زيت له زيت له السوفيكس السوفيكس اللي زيتهول هو واسيان كان punir ولا punition يالا هنديلكم مشهورات تعكم ونبعد ننزيلكم الزوج الاخرين يالا عندي وين نزيد من كيما غاند غاند من اوكي عدنا واحد اخرى اج توغني توغناج نفس الشي هادو اللي اديت من البعض منهم اديتهم من لوفر نسموه radical معنطها ما نقدش ننحيه من لوفر بتاعي ولي زيته نسموه سوفيكس معنطها حاجة سوفيكس معنطها الحروف اللي نزيدهم مع الاخر كينا عندنا واحد اخرين سيان مثلا اكسبلوغي اكسبلو سيان اكسبلوزيون اكسبلوزيون ما فهم انفجار يلا انس عندنا كذلك انس تقدر تحلكم كي ما اسيستي اسيستانس ما فهم هادو اللي قلنا مشهورين جدا في السنة الثانية متواصل ما فهم هادو كيفاش نحول يعطوها اللي على شكل جدول تما طابلو يقول لك حول من الفرب للنو يلا عندي الدرس اللي بعدو هو درس يعني تعلمناه من اللي كنا في الابتداء السنة خمسة اللي هو السي سي أل دو ليو اللي هو ظرف المكان فهم ما بشي تقدر زمن لكن ظرف مكان يلا واختش نصيبو مثلا نعطو بيته اكسامبل جا شتي دو سيغو معنطا شريت سيرو شي لفارماسيا معنطا شريت سيرو التاعي مين شكون الفارماسيا الصيدالية إذن مين شريته سأل سؤال من أين ما فهم من أين ولا أين صبته من عند الصيدالية إذن الصيدالية سي سي أل ما فهم إذا تحدثت على مكان شوفوا إذا تحدثتوا على مكان سطروا عليه وكتبو سي سي أل كمبلماسي خونسانسيال دو ليو غيبان على كسون أو معنطا نقدر نسأل السؤال أو اللي هو أين من أين اشتريت الدواء تاعي من الفارماسيا ونقدر نجيب عليه فاشت في قولو تاني مثلا زي ما التلميذ ما يعرفش يقرأ قولو ما يعرفش يقرأ وما يفهمش وشهو مكتوب يلا وقتش نلقى السي سي أل كيتلقو كلمة دون روحوا لتاكست تاعكم وحوسو دون ولا حوسو أ أكوتي سيغ شي هدو كاعتك منه حتى لقع الجملة حتى تخلاص النقطة ولا الفاصلة سموه سي سي أل معنطا كمبلماسي خونسانسيال دولي اللي هو ظرف المكان مفاهم يلا هذي بسيطة جدا يقدر يقول لك استخرجي من نصة تاعكم سي سي أل يلا عندي وحدة أخرى درس الأخير هو معنطا 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 قرينا جملة سلك الموصول ب اللذي مفاهم دو كا نقعوها بار أو معنطا المنزل أين يعيش الملك مفاهم إذن هذي قعيتك من أو حتى للنقطة نسميها معنطا أو نقدر نقولها إلى مفاهم إذن هذا بالنسبة للدرس اللي خرتكم كيف يقدر يقول لك سطر هالي ولا تجبد هالي ميناء النص مفاهم بيانسيق زائد الوضعية الإدماجية اللي إن شاء الله رح تكون إن ليجند يقول لك مثلا اختار ليجند من عندك رح نحلوها إن شاء الله في اختبارنا اللي رح يكون إن شاء الله غدا مفاهم إذن أي تلميذ ولا تلميذة عنده سؤال ولا إسف سار يخليهوا لي في التعليقات الجواب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله موسيقى